جاءت القمة العربية الإسلامية الاستثنائية العاجلة دعك من اسمها الطويل ولك أن تقف أمام وصفها بالعاجلة كثيرا وهي تأتي بعد 36 يوما من حرب بربرية على غزة لم تبق شيئا إلا واستهدفت تجمع العرب والمسلمون كان هذا الحدث قديما مخيفا للبعض وباعثا للأمل لدى البعض الآخر ولكنهم اليوم اجتمعوا وهم في حالة شديدة من العجز والضعف قلوبهم تشتتت وأهدافهم تغيرت ولم يعد هناك ما يجمعهم سوى تلك القاعة التي يتدرسون فيها أمرهم كيف يوقفون تلك الحرب تأمل الكثير أن تغادر هذه القمة مربع البيانات والاستنكار مستندين إلى أدوات القوة المعطلة لتحضر الأفعال أمام همجية المحتل الذي تطوق دباباته مستشفيات القطاع ويقتل حصاره الجائر من تبقى منهم بالجوع والقصف منذ السابع من أكتوبر على الرغم من حالة الإحباط الشعبي التي سادت منذ الإعلان عنها شهدت قمة الرياض إجماعا عربيا وإسلاميا حول إدانة المحتل وأفعاله والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية عبرت عنه خطابات القادة وكانت اللغة المستخدمة للكثير منهم منسجمة مع مزاج الشارع العربي على غير المتوقع أما عن بيانها الختامي فقد خرج يحمل العديد من الرسائل المهمة حول كسر الحصار وإدخال المساعدات إلى غزة ورفض التهجير والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني بكل الإمكانيات وهو الذي لطالما ترك وحيدا وكان اللافت في البيان الدعوة الموجهة إلى الجنائية الدولية لاستكمال التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية والدعوة لمنع تصدير السلاح لها والبدء بتحرك دولي تقوده السعودية وسط دول عربية وإسلامية لحل القضية وهو على ما يبدو ما أزعج رئيس وزراء الكيان نتنياهو الذي خرج ليحذر الزعماء العرب من خطورة الوقوف مع المقاومة فيما يتعلق بزعماء الدول العربية الذين يقلقون من أجل مستقبلهم ومستقبل الشرق الأوسط أقول لهم شيئا واحدا عليكم الالتزام والوقوف ضد حماس هل استفاق العرب والمسلمون لإيقاف اللص الذي يتربص بهم ليل نهار أم أدركت الرياض قدرتها على القيام بدور استثنائي مسنودة بثلث العالم إن أرادت بعيدا عن تسور الغرب الذي لا يرى العربي إلا كبرميل من النفط